السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد تحسين من قناة السرشاجي كلنا بطة كام خبراء في جامعة ستانفورد ببعض التجارب على الطلاب اللي بيدرسوا هناك فوجدوا ان فيه حاجة اسمها متلازمة دي اطلقت اخيرا على الفيسبوك وكذا حتة تاني على كذا مواقع سوشيال ميديا حاجة اسمها متلازمة البطة ايه هية متلازمة البطة؟ متلازمة البطة دي بيعاني منها 87% من الاشخاص حول العالم كلهم يعني مش شخص او اتنين لا ده 87% من سكان العالم كلهم عندهم متلازمة البطة التجارب دي اتعملت على طلاب بس اتأكدت كلها على الاشخاص الذى عايشين حياة عملية يعني مش بيدرسوا كمان دي بتطبق كمان على حياة العملية ليه اسم متلازمة اسمها متلازمة البطة. متلازمة البطة ان احنا بنشوف البطة من فوق كده اه في الجزء العلوي بتاعها بتبقى هادية جدا ورزينة وبتبقى ماشية في في المية كده وبسلاسة وان هي ماشية بهدوء جدا. لكن لو بسيت عالجزء الاسفل تحت هتلاقيها بتقدف بطريقة هستيرية وان هي على طول يعني تحس ان هي في اتراب شديد وتحريك رجليها بطريقة شديدة جدا عشان توصل للنقطة اللي هي عايزة تروح اذا كنت مثلا عايزة تعد النهر او ان هي تروح يعني في اي حتة عايزة تروح. ولما تعملت التجارب دي على الطلاب اللي بيدرسوا جوه لجامعة ستانفورد فلاقوا ان اغلبية الطلاب ان هم شكلهم عادي جدا وهادي جدا بيعانوا من ضغط جديد ومن استرس رهيب ومن توطر رهيب جدا ان هم عايزين يجيبوا اعلى نتائج وفي نفس الوقت يشيلوا التوتر اللي عندهم دون فتلاقي الطالب من جوه من جوه متوتر جدا وان هو عنده توطر فضيع وان هو اطراب ويعني حاس ان فيها رجالة في جسمه وفي دماغه كتير قوي لكن من بارة ليه هادي جدا واغلبية الطلاب اللي كانوا بيعدوا تسعين في المية او الخمسة وتسعين في المية في او في الدرجات تلاقيهم على طول بيجيبوا درجات كويسة بيعانوا اكتر من الناس اللي هي بتجيب متوسط اقل من تسعين في المية اللي هو بيجيبوا في المتوسط تلاقي الناس اللي على طول متفوقها بتعاني من اضطراب شديد جدا بس من برة تلاقيهم هاديين جدا لكن هو عشان كده بيتقال عليهم متلازمة البط وكمان بيعاني الناس اللي بتلعب او اللي هي بتلعب رياضة اللي هي رياضة اكتر بيعانوا اكتر بيبقى 96% من الاشخاص اللي بيلعبوا رياضة او اللي هم مثلا بيلعبوا في زي كرة القدم او السلة او اي شيء تاني بتلاقيهم من برة يعني ان هم مزبوطين او اللي هاديين جدا والناس رازينة لكن من جوا بيعانوا من اضطراب شديد جدا 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 ده من الميل اما 86% ده من الميل اللي هو الزكور اما 86% من السيدات او من البنات بيعانوا من الاضطراب الشديد وبذات اللي هم اللي بيلعبوا رياضة فنطلع من متلازمة البطة دي بايه اللي متلازمة البطة دي فيها بتوصف الاشخاص تحس ان هم هادين جدا من برة لكن هو بيعانوا من اضطرابات فضيعة اوعا اوعا تحكم على الاشخاص اللي هم هادين من برة لكن انت متعرفش ايه اللي جوا ممكن بيبقى اضطرابات شديدة وفي مقال جريدة الوافد ان هم عملوا زي بحس كده ما بين الاشخاص ان هم يسألوهم يعني ايه البط و ايه و ايه سمعتوا عن متلازمة البط فيه منهم ناس قالت ان البط ده انا كنت فاكرو ان هو هادي جدا و اللي هو سالس جدا و هو كائن طائر جميل جدا لكن لاحظوا ان البط ده بيشبهنا كانسان اللي هو هادي من فوق لكن من تحت بيعاني بناضطرابات شديدة جدا عشان يوصل لهدفه و دي حاجة كويسة ان انت بتبقى باين هادي جدا من برة لكن من جوه انت بتعاني من توطر وبتعرف ازاي تتغلب عليه عشان توصل لهدفك دي متلازمة البط فحاول انك على طول ما تخليش التوتر اللي جوه او العصبية اللي جوه او اي شيء يؤثر على هدفك اللي انت عايز توصل فيه صدقني اكتر بقولك من دمن الدراسات ان الناس اللي بتعدي التسعين في المية من الدرجات بتاعتها بتعاني من ستة وتسعين او او اكتر من خمسة وتسعين في المية من اضطرابات جوه نفسها يعني اللي هو خلاص ينفجر لكن هو على طول بيكنترول جسمه و بيكنترول المشاعر بتاعته بيكنترول حياته كلها عشان يقدر يوصل للهدف اللي هو فيه اتمنى لو عجبك الفيديو تضغط لايك وتعمل اشتراك في القناة ولو عجبك اكتر اتمنى لو تشاركوا ما بين الاصدقاء كان معكم من محمد تحسين من كناة السرشاجي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته